اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساحة نتناول في هذه حلقة هذا الأسبوع واقع وتحديات سوق المقاولات في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد الاعلان مؤخرا عن قروج الدوائر الحكومية من مناقصات المشاريع في الإمارات بعدما كانت لسنوات تتولى بنفسها عمليات إطلاق المناقصات حيث بدأت أخيرا بإفساح المجال أمام شركات شبه حكومية وشركات تابعة للبنوك الكبرى في أبوظبي لتحول محلها في طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع الكبيرة التغيرات التي يشهدها سوق المقاولات في أبوظبي لا تنحصر في تحديد الجهات التي تطرح المناقصات بل وتشمل أيضا نظام تصنيف المقاولين في الإمارات هذا التصنيف ساهم إلى حد كبير في تنظيم عمل القطاع لكنه في الوقت نفسه بات يهدد الكثير من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما يتطلبه من رؤوس أموال ضخمة وأيضا اشتراثات يصعب على الكثير من الشركات الوفاء بها نتابع التقرير الثالث ما بين مطرقة القوانين الصارمة في تصنيف شركات المقاولات بأبوظبي وسندان تراجع حجم المشروعات الجديدة مقارنة بالأعوام الماضية بات الخناق يضيق على شركات المقاولات المتوسطة وذلك نتيجة لإسناد المشروعات الحكومية إلى شركات كبيرة تتولى العمل برمته وذلك بعد أن كان يتم إسناد المشروعات إلى عدد كبير من الشركات يصل إلى نحو 20 شركة تقريبا تعمل معا لإنجاز المشروع مما أدى إلى حرمان الشركات المتوسطة على وجه الخصوص من العمل في القطاع وخروجها من السوق نتيجة الالتزامات المالية الكبيرة عليها نحن كنا سعداء بنظام التصنيف للسشريين والمقاولين لكن فجئنا بشروط غير منصفة أو تضيق الخناق على السشريين والمقاولين ومن ضمن هذه الشروط كمثال شرط الدخل معايل لكل شركة في العام طبعا ده غير منصف ممكن شركة تتعثر في سنة من السنوات طبعا إذا كان إسناد المشاريع الحكومية لشركات كبيرة مباشرة طبعا هيهدد الشركات المقاولات التانية ودرش تنافس معها شركات كبيرة تقدر تستحمل أي خسارة لكن شركات متوسطة صعبة جدا ويؤكد عدد من مديري ومسؤولي شركات مقاولات متوسطة وصغيرة في أبوظبي أن العديد من الشركات خرجت من سوق الإمارة خلال الأشهر الماضية وأن هناك صعوبات جمى تواجه الشركات حاليا في استمرار العمل وذلك نتيجة لعدم طرح مشروعات جديدة في الإمارة فضلا عن استبعاد من العمل بعد تصنيف شركات المقاولات أخيرا الأمر الذي يتطلب رؤوس أموال ضخمة واشتراطات يصعب توافرها في عدد كبير من الشركات ندرة المشاريع حاليا تهدد مكاتب السجارية والمقاولين علشان أصبح التنفسية عالية جدا بين الشركات بينها وبعضها فأصبح أن ما فيش عائد كبير لكل الشركات ويبلغ إجمالي عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وفقا لنظام الجديد نحو 1216 شركة وذلك بواقع 1036 شركة مقاولات و180 مكتبا استشاريا وذلك بعد أن جمدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الرخص التجارية لشركات ومكاتب غير مصنفة مع انتهاء المهلة التي منحتها للشركات لاستكمال إجراءات قيدها تبعا للنظام الجديد قبل الدخول في تفاصيل موضوع حلقتنا اليوم نلقي نظرة سريعة على واقع قطاع البناء والعقار بشكل عام في أبوظبي اليوم شركة إي سي هاريس البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقرية رجحت أن يؤدي نمو حجم المشروعات قيد التنفيذ في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى ارتفاع الانفاق على التشييد والبناء في النصف الثاني من العام الجاري وأوائل عام 2015 شركة أشارت إلى أن سوق العقارات في أبوظبي اتسمت بالاستقرار خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري وتوقعت في الوقت ذاته أن تصل قيمة المشروعات المعلنة والمخططة في دولة الإمارات ككل هذا العام إلى حوالي 315 مليار دولار بحسب تقديرات الشركة أيضا من المتوقع أن يرتفع مؤشر تكلفة التشييد وكذلك أسعار الإنشاءات بنحو 4 إلى 5% خلال العام الجاري وبنحو 6% في عام 2015 تقرير آخر صادر عن شركة أم بأم العقارية تابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي أكد استقرار حركة سوق العقارات في إمارة أبوظبي بعد 6 أشهر من الارتفاع المتواصل في الأسعار التقرير أوضح أن الاستقرار جاء كنتيجة للتراجع في صاف إيرادات الوحدات العقارية وانخفاض نسب قيمة العقار مقابل التمويل إلى جانب محدودية توافر الشقق عالية الجودة وقد شملت تقرير قطاع العقارات السكنية والمكتبية والتجارية إضافة إلى قطاع الضيافة في أبوظبي وفي سياق التقرير المتخصصة حول أداء سوق العقارات في أبوظبي أيضا نشرت شركة جونز لانجلسال مؤخرا تقريرا أشارت فيه إلى استمرار النمو في قطاع الوحدات السكنية الممتازة في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري الشركة قالت أن استثمارات الدوائر الحكومية ذات الصلة بالقطاع العقاري ظلت تهيمن على سوق أبوظبي من أجل تلبية الطلب على المدى القصير والذي تغذيه الاستثمارات وتزايد فرص العمل الجديدة من جانب مشاريع البناء الجديدة الرئيسية والمدعومة حكوميا مثل توسعة المطار وشبكة شركة الاتحاد للقطارات ومتاحف جزيرة السعديات والبنية التحتية الرئيسية الأخرى إلى جانب مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فاصل من قصير نعود بعده لتناول واقع وتحديات سوق المقاولات في أبوظبي مع عضو اللجنة الاستشارية بجمعية مقاولين في الإمارات المهندس محمد سليمان للمزيد حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم ينضم إلينا في السوديو بأبوظبي عضو اللجنة الاستشارية بجمعية مقاولين بالإمارات المهندس محمد سليمان سيد محمد أهلا بك معنا بداية قرار خروج الدوائر الحكومية من طرح المناقصات وإفساح المجال أمام الشركات شبه الحكومية والشركات التابعة للبنوك الكبرى للقيام بهذه العملية أولا سبب هذا القرار التوقيت والدواعي وراءه وكيف ينعكس على شركات المقاولات العاملة في الإمارات أهلا أخ رفعت الحقيقة القرار كان نابع من قرار عام لدى مؤسسات الدولة بتخصيص مجموعة من القطاعات بالسابق كانت المشاريع تطرح عن طريق دارة الخدمات الاجتماعية ودارة الأشغال وما شابه من الدوائر الحكومية وبعدين صار أصبح هناك حاجة وقرار عند الجهات الحكومية بتخصيص موضوع التعامل مع قطاع المقاولات عن طريق إنشاء هيئات شبه حكومية مثل شركة مساندة التي تولت أكثر مشاريع الهيئات الحكومية ومثل بنك أبوظبي التجاري التي تولى كل مشاريع دارة الخدمات الاجتماعية والتي كانت بتشكل من التسعينات الحجم الأكبر من سؤال المقاولات في الدولة وهذا قرار طبعا ما ممكن القول عنه أنه قرار صحيح أو خطأ لأنه هذا قرار بالنتيجة المهمة هي تنفيذ المشاريع هي سياسة عامة وهو قرار تنفيذ المشاريع السؤال هنا شركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي هل تفهم أو هل تدرك جميع أليات طرح المناقصات بالألية الجديدة أم نحن نعرف أن جمعية المقاولين تقوم بعمل ندوات وتثقيفية ومحاضرات لشركات المقاولات لتوعيتها بشأن هذه الأليات صحيح الجمعية المقاولين قامت بدور فاعل على السنوات الماضية بإرشاد المقاولين عبر مجموعة من الندوات الإرشادية حول أنظمة التصنيف الجديدة وشاركة الجمعية في مناقشة نظام التصنيف المقاولين الجديد مع دائرة التنمية الاقتصادية ومع دائرة التخطيط وفيه هناك وعي للمقاولين لموضوع التصنيف الجديد وفيه هناك قطاع المقاولات بفترة أربع سنوات تقريباً أعطيت مهلة لشركات المقاولات للتوافق مع نظام التصنيف الجديد نظام التصنيف الجديد طبعاً فرض رؤوس أموال أعلى موجودات ورؤوس أموال أعلى للشركات حسب فئة تصنيفها يعني الدرجة الخاصة أصبحت زادت حوالي 50% بالموجودات سيد محمد بهذا الخصوص تحديداً نقرأ في الصحف المحلية الإماراتية أن هناك الكثير من شركات المقاولات الصغيرة وأيضاً المتوسطة المهددة بالخروج من السوق بسبب نظام التصنيف هناك اشتراطات صعبة صعبة التلبية من قبل هذه الشركات عندما تتحدث عن زيادة رؤوس أموال هذه الشركات ما هو المطلوب مثلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة صحيح النظام التصنيف الجديد ممكن يشكل مشكلة للشركات وخاصة أنه تطبيقه يعني بدأ بفترة الركود بعد 2007-2008 وأصبحنا في فترة ركود اقتصادي هذا بيحتم على الشركات أنها تحافظ على وجودها بالحد الأدنى لو كنا في فترة صعود اقتصادي كان ممكن أن الشركات تتحقق زيادة في رأس مالها نتيجة وجود نشاريع وجود كمية عمل ممكن تأملها الترنوفر السنوي والأرباح السنوية التي تخليها تقدر تصنف بنفس المستوى الذي كانت مصنفة فيه اليوم الشركة التي كانت درجة خاصة كان نظامها 20 مليون درهم هو نظام رأس المال والموجودات اليوم أصبح 30 مليون درهم فإذا مرت الفترة اللي هي فترة ركود اقتصادي ما حتقدر الشركات هذه تحقق الموضوع هذا فممكن بدل أنها تخرجوا من السوق ممكن أنها تنزل تصنيفها يتنزل للدرجة الأولى هذا الواقع اللي ممكن يصير لدى شركات كثيرة نهيك عن المشكلة الفعلية هي مشكلة السيولة نتيجة عدم وجود مشاريع كافي لكل الشركات نعم على كل سيد محمد سنتوسع أكثر في هذا الموضوع لكن دعنا الآن نستعرض بعض أراء المشاهدين حول الإجراءات التنظيمية الجديدة لسوق المقاولات في أبوظبي هاني العربي على فيسبوك يقول أن الإجراءات التنظيمية الجديدة لسوق المقاولات ووجود أكثر من جهة رقبية تصهم في تحسين الجودة وسرعة إنجاز المشروعات علي الأسمر بدوره على جوجل بلاس يرى أن الرقابة الدقيقة على تنفيذ المشروعات أساس النجاح وتعطي مصداقية لسوق العقارات والمقاولات عبدالله مرجان على تويتر يقول أن استقرار الأوضاع وزيادة المخصصات للمشروعات الكبيرة نسهما كثيرا في إنعاش سوق المقاولات أما أحمد البعينين من جهته فيرى أن اتجاه الحكومة إلى تمويل المشروعات التجارية للمواطنين أسهم في إنعاش سوق العقارات والأراضي أخيرا يحيى قاسم يعتقد بأن الإجراءات التنظيمية الجديدة في سوق المقاولات أسهمت في إعادة هيكلة السوق وتقديم أعلى جودة لدى الشركات بالعودة إلى ضيفنا في استوديوهاتنا في أبوظبي المهندس محمد سليمان عضو اللجنة الاستشارية بجمعية المقاولين في الإمارات سيد محمد كنت تتحدث عن صعوبات في تلبية الاشتراطات الرأس المال زيادة الرأس المال هناك بعض الصعوبات الأخرى بالنسبة لشركات المقاولات ربما برسوم العمالة أو تكلفة العمالة في ظل الأوضاع الحالية ماذا لديك في هذا الشأن؟ صحيحة أخ رفعت اليوم كلفة استمرارية الشركات في إمارة أبوظبي أصبحت مرتفعة نتيجة مجموعة من القوانين القائمة ونتيجة وضع السوق العالمي كمان يعني القوة العاملة الأساسية هي عمالة أسيوية وهناك طفرة في السوق الهندي والباكستاني فأصبح كلفة العمالة استقدامها إلى الإمارات أصبح مكلف جدا الرواتب أصبحت أغلب بمراحل عن الرواتب التي كانت تقدر تجيب فيها العمالة بفترات سابقة هذا من جهة من جهة تانية الأنظمة الداخلية بموضوع السكن العمال الصرف الصحي المصاريف بشكل عام أصبحت مرهقة للمقاول إذا لم يكن عنده مشاريع كافية لتحمل هالكلفة العامة في دارة الشركة هذا من جهة من جهة تانية طبعا الملاحظات التي ذكروها الأخوة التي ذكرتهم من اللحظات صحيحة لكن هناك مسألة التنشيط السوق العقاري عن طريق الهيئات الحكومية يعني مشاريع دارة الخدمات الاجتماعية مشاريع التي كانت دارة الخدمات الاجتماعية وأصبحت بالبنوك المحلية هناك مشكلة فيها هي الفترة الطويلة جدا لأي مكتب استشاري للإستحصال على رخصة بناء اليوم هناك مشكلة أساسية أن الاستشاريين حتى في مشاريع هناك تأخر في تأخر كبير كثير نتيجة وجود دوائر جديدة ومتطلبات جديدة سيد محمد في العادة في ظل وجود قرارات أو إجراءات تنظيمية جديدة يكون هناك مستفيدون ويكون هناك متضررون من القرارات اليوم كجمعية مقاولين في إمارة أبوظبي ما الذي تقوم به أو ما هو المطلوب برأيكم لزيادة تحسين ووضع شركات المقاولات لسيما المهددة منها بالخروج من السوق الحقيقة المشكلة هي مشكلة عامة ليست مشكلة شركة محددة أو عدد بسيط من الشركات هي قطاع المقاولات بشكل عام لا بد من وضع حلول على المدل البعيد لقطاع المقاولات مثل؟ مثل يعني كان هناك فكرة من فترة هي إنشاء المجلس الأعلى للإنشاء والتشييد ليضم مندوبين من القطاعات الحكومية ومن جمعية المقاولين لرعاية شؤون المقاولات كون المقاولات هو عصب أساسي في اقتصاد إمارة أبوظبي المسألة الثانية العقد الموحد تنظيم شؤون المقاولات عن طريق عقد تنظيمي لصيغة التعاقد هناك عقد موحد صحيح لكن مشكلة العقد الموحد الحالي هو عدم الالتزام به من قبل من يجب أن يلتزم به حتى الدوائر الحكومية ليست كلها تلتزم به وأكثرها بتغير في منطوق بعض البنود فيه مما يفقده التوازن للعقد المسألة الثالثة هي مثل محكينا التأخر بترخيص البناء في كثير من الشركات تلزمت عليها مشاريع وكانت بعدها رخصتها غير جاهزة رخصتها المشاريع فأصبحت ملتزمة بمشروع ممكن تكون وقعت عقد حتى وتوقف المشروع نتيجة عدم صدور رخصة البناء مما يرهق المقاول كمان نعم شكرا لك من استوديوهاتنا في أبوظبي عضو اللجنة الاستشارية بجمعية المقاولين في الإمارات المهندس محمد سليمان شكرا جزيلا على هذه المشاركة شكرا هذا ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج مساحة تنتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع المقبلة